سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اتهمه وبشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ووصفهم بأنهم طرف في النزاع الأوكراني وبأنهم يسعون لإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا ومن ثم القيام بتفكيك روسيا الاتحادية باتروشيف قال بأن الغرب على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يواصلون سلسلة ضخ السلاح للجيش الأوكراني ودعمه بأسلحة حديثة يستعملها حسب وصفه نظام كييف باستهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في إقليم دنباس وحتى في استهداف العمق الروسي ومحاولة من نظام كييف لترويع المدنين في روسيا عن طريق الأسلحة الحديثة بما فيها طائرات درون التي يستلمها الجيش الأوكراني من الجانب الغربي ميدنيا وبحسب آخر البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسي أفادت من خلالها بأن الجيش الروسي تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني أكثر من 400 منهم كانت في جبهة جمهورية دانيس كما أكد الجيش الروسي من خلال بياناته بأنه دمر عددا من مستودعات الذخيرة والسلاح للقوات الأوكرانية خاصة ما تعلق بمنطقة خاركوفوة كذلك تدمير 14 طائرة مسيرة وإسقاط طائرات مسيرة واعتراض عدد من سواريخ هايمرس التي أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه جمهوريتي دونيتسك وليغانسك الأهم هو نبرة الجانب الروسي في الآوينة الأخيرة خاصة ما تعلق بالكريملن والمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوفا الذي يواصل مطالبة هيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي وشامل فيما يخص السيل الشمالي 2 وسيل الشمالي 1 بيسكوف قال بأن هذا العمل الإرهابي لم يكن ليحدث لو لا تدخل الدول التي تتمتع بقوات استخباراتية وبقوات خاصة يمكن لها أن تقوم بعمل إرهابي تمثل في تخريب السيل الشمالي 1 وسيل الشمالي 2 موسكو بالتعاون مع الجانب الروسي تنوي تمرير مشروع في مجلس الأمن الدولي هذا المشروع يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش بتشكيل فريق دولي لفتح تحقيق شامل ونزيه بما يخص الأزمة فيما يخص سيل الشمالي 1 وسيل الشمالي 2 هذا المشروع تم المصادق عليه سيمكن الأمم المتحدة من تشكيل فريق دولي في مدة لا تتجاوز الثلاثين اليوم وذلك لمباشرة تحقيق شامل وشفاف للوصول إلى الجهة الحقيقية التي تقف وراء العمل الإرهابي بحسب الوصف الروسي طبعا الذي تعرض للسيل الشمالي 1 وسيل الشمالي 2 ترجمة نانسي قنقر